تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تنطلق بطولة سموه قفز الحواجز على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية بالرفة يوم غد السبت وسط مشاركة قوية وواسعة من الفرسان والإستبلات المحلية وستكون البطولة محط الأنظار بعد توجيهات سموه بتخصيص ثلاث سيارات وجوائز مالية للجماهير إضافة إلى عشرة ألاف دينار جوائز للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه حريص على دعم الإستبلات والفرسان في رياضات الفروسية مبينا سموه أن بطولة قفز الحواجز سيكون لها أثر كبير على مواصلة تطور هذه الرياضة في الفترة القادمة وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح لكافة الفرسان المشاركين في البطولة وتقديم أفضل المستويات لمواصلة تطور رياضة قفز الحواجز في المملكة هذا وستشهد البطولة إقامة ست منافسات للعموم والناشئين ستشهد مشاركة واسعة من الإستبلات والفرسان الذين يتطلعون لتحقيق المراكز الأولى والصعود على منصة التتويج ترجمة نانسي قنقر